اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كتبت في الصحيفة حتى اذا جيت في عرصات يوم القيامة ارد عليك الكتاب واذا فيه هذه النظرة التي لا تنظر الله عز وجل يقولون الرجل انه كان من طلاب العلم وكان مع احد العلماء فذات يوم كان هناك غلام نصراني والعياذ كافا وكان الغلام له صورة جميلة ففتن هذا الطالب العلم فنظر اليه فلما نظر اليه النظرة جاء الشيخ ورآه ينظر فقال لي لماذا تنظر الشيخ يقول لي لماذا تنظر فكف الطالب فقال الشيخ والله لتجدن اثر هذه السيء اولا بعد حين يعني سيعاقبك الله عليها ولو في اخر حياتك يقول هذا الطالب فما زلت انتظر علي العقوبة فمكفت عشرين سنة هذه القصة ذكرها لامام القيم رحمه الله لمدارج السالكين يقول مكفت عشرين سنة وانا انتظر العقوبة واذا بي في ليلة من الليالي نمت وحافظ القرآن فاصبحت فامصيت كتاب الله صلى الله عليه السلام فالذنب قد يستهين به الانسان في جنب الله لكنه عظيم وذلك قال بعض الصلف لا تنظر الى ما عصيت به ولكن انظر الى من عصيت النظر الواحد قد تضن حياة الانسان كله نظر الى الحرام واحد الله الله اخي في الله انا ما اقنطك بالرحمة الله ولا ايأسك بالروح الله ولكن ابشر بكل خير اريد منك دمعة تدمعها على ما فات من هذه الافلام اريد منك يوم تجلس لوحدك في غرفة وفي ظله يوم لا ظل إلا ظله فقال في السبعة اصلا الله ان يجعلنا وإياكم منهم الذين يظلهم الله في ظله وفي ظله يوم لا ظله إلا ظله قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أي من خشلت الله عز وجل فادمع هذه الدمع وصيك اخي الامر الثاني ان تغلع عن هذه المعاصر وان تبتعد عنها والله سيعينك والله ما عقدت في نفسك فانك تتوب عن شيء الا يفقك والشيطان يأتيك يقولك لا انت فعلت انت رأيت كثير لا ما تتوب والله لو غرق الانسان في المعاصر من اخمس قدمي الى شعرة رأسك واحسن الظنب الله فالله يعيب والله يوفق فهذا الان الامران لذلك ادعوك لنا ترك المعاصر والندم على ما كان منك فيها وحسن الظنب الله واسأل الله العظيم ان يبدل اساءتك حسنا انه ولي ذلك والقادر عليه الله تعالى